غادر مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ محمد عبدالله مبارك الصباح البلاد صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة